بس خلينا ناخد نقطتين مهمين جداً وانا بتكلم على مباراة سانداونز النهاردة هتكلم بإحساسي كلعيب وبإحساسي كمشجع للنادي الاهلي اولاً ممكن حد ياخد الجوانب بعض الجوانب ويكلم عليها في ماتش النهاردة بين الاهلي وسانداونز وهو يكون بيقصد شيء إنما الباطن أو المعنى شيء تاني خالص في البداية اللي عايزة أقوله سانداونز لا يمثل عقدة للنادي الاهلي لا يمثل ما تخلوناش نعمل نصنع عقدة من لشيء هتقول لي من لشيء إزاي وإحنا معنا ذكرى سيئة خلاص راحت انتهت ده كان ماضي وانتهى هستفيد من الدروس بس هستفيد من الدروس إنما أنا بعمل حساب لكل فريق النادي الاهلي بيعمل حساب لكل فريق النادي الاهلي بيحترم كل فريق إنما النادي الاهلي هو البطل عجبني جداً مبارح محمد الشنناوي في المؤتمر الصحفي وده الكلام اللي أنا يعني بحضره بيقاليه من عايزة أقوله بعض الناس تطرقت للحديث عن مباراة اليوم ولكن أنا شايف إن في الحديث ده تقليل من قيمة وعظمة وشأن النادي الاهلي أنا البطل أنا الكبير هاتلي السنين الأخيرة من البطل آخر أربع نهايات أنت وصل لحد النهايي واخد ثلاثة من أربع نهايات طيب ناس بتقولك إيه أصل إنت لو السنة اللي فاتت لك وطلعت مش عارف سانداونز هنخش على نظرية الاحتمالات والحسابات اللي انتوا ماشيين عليها طب ما أنا كسبت الوداد هنا وخدت البطولة من المغرب من الوداد نفسه اللي خرج سانداونز بر لو أنت عايز تحسبها كده أنا حسبها كده أنا كمان أنا النادي الاهلي عموان معانا تحرك فرقة النادي الاهلي إن شاء الله بإذن الله الناصر النهاردة والتوفيق للنادي الاهلي واللعابة النادي الاهلي وجهازهم الفني اتمنى التوفيق للجهاز الفني كمان طبعا رايحين ملعب المبرانة اتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله معانا في الصورة طبعا كابتن خالف ديبو بالمناسبة كابتن خالف ديبو مدير الكرة في النادي الاهلي هو هداف النادي الاهلي بثلاثة اهداف مباريات الاهلي وسانداونز كابتن خالد بيبو هو هداف النادي الاهلي في لقاء الفرقين معا لو تفتكروا جاب هاتريك في مباراة واحدة ويعتبر هو الهداف اما من الجيل الحالي فبيعتبر علي معلول هو هداف النادي الاهلي برصيد هدفين وكانوا برضو في مباراة واحدة